أزمة التحويلات المالية بين المحافظات اليمنية ليست والدة اللحظة، وإنما توسيع للانقسام الحاصل. فما بين التعميم صادر عن جمعية الصرافين في صنعاء وبيان لقابة الصرافين الجنوبيين، تتكشف توترات كبيرة في الساحة المالية وأزمة متعلقة بالشبكات البنكية والمصرفية. التعميم الصادر عن جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء وجه بإيقاف التعامل مع ما يسمى بالشبكة الموحدة وبنوك ليس لديها تراخص من البنك المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي. من جانبها أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً يندد بما وصفته بالمؤامرة التي تديرها قيادة البنك المركزي في عدن وتحدثت عن تأثيرات سلبية محتملة لتبنى البنك المركزي للشبكة الموحدة. معتبرة أنها ليست سوى غطاء للسيطرة على سوق الصرف. البنك المركزي في عدن أصدر قراراً بإلغاء الشبكات المالية غير المرخصة من عنده مما يؤثر بشكل كبير على عمليات الصرافة في المنطقة. وفي الطرف الآخر يحضر البنك المركزي بصنعاء التعامل مع شركات الصرافة غير المرخصة منه. ازدواجية في القرارات تعزز الانقسام النقدي وهو ما يتطلب إيجاد اتفاق عاجل يقود إلى توحيد السياسة النقدية وتحييد البنك المركزي عن الصراع. الصراع النقدي بدأ مبكراً منذ أن أعلنت ميليشيا الحوثي رفضها الطبعة الجديدة من العملة. ما أدى إلى فصل السياسة النقدية وخلق نظامين مصرفيين لكل منهما سعر في التداول النقدي. رسوم التحويلات هي الأخرى تتفاوت بين المدن اليمنية وانعكست سلباً على حياة اليمنيين. ويأتي هذا الصراع في موسم زيادة التحويلات قبيل شهر رمضان والأعياد الدينية. وسيدفع اليمنيون الثمن باهظة. مطالبات بتشكيل لجنة اقتصادية للتحقيق في مسألة الشبكات المالية والتعامل معها بشفافية وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع البنك والشبكات المالية. عيوضاً عن إجراء إصلاحات في نظام الصرافة. فشلت الأمم المتحدة عن تحييد البنك المركزي اليمني. وتتحدث عن جهود سلام. يراه مراقبون بأنه فعل غير مجد. فتوحيد السياسة النقدية هي الأبرز لحل حالة الملف الإنساني. ومن ثم يمكن الحديث عن صرف المرتبات كخطوة للحد من الأزمة الإنسانية الأخطر على مستوى العالم.